اشتركوا في القناة ايران بها لبنان والعراق وسوريا واليمن ويبدو ان الحبل الايراني على الجرار كي يصل الى قطر هذا هو الدور الذي يخشى منهم في هذه الايام قطر اليوم تهرول الى الامام بدل ان تقف عند المشكلة الحقيقية التي تكلم عنها دول المقاطعة بكل صراحة الاربع هناك ايرهاب مبرمج للانتهاء من الانظمة والتخلص منها بدعوى واهية كما فعلت ذلك في الدول الاخرى وما يحصل اليوم في ليبيا وفي كثير من الدول شواهد كثيرة على ذلك ويبدو ان قطر تريد ان تضع الخليج في قلب الازمة وليست الازمة قطرية فقط هذا الذي تسعى دول المقاطعة ان لا يحدث ابدا وهو جوهر الصراع او جوهر الخلاف نعم دكتور لقد كما ذكر وزير الدولة الاماراتية للشؤون الخارجية انور قرقاش ان قطر قامت بصرف الكثير من المليارات ربما تجاوز 300 مليار دولار لدعم الجماعات الارهابية لاضعاف مصر لاستغلال الامن واضعاف الامن في السعودية في البحرين هل تعتقد بان ايران طبعا هذه جميعها كانت برعاية ايرانية هل تعتقد بان ايران تستطيع على المدى البعيد الصمود في دعم قطر ايران لها مصلحة معينة سواء كانت عن طريق قطر او عن طريق اي دولة اخرى وقطر اليوم يبدو انها تضع امام يد ايران طبق من ذهب الايران تريد نفوذا في هذه المنطقة وليس من الآن منذ تاريخ تصديق الثورة الى هذه المنطقة ومناطق الاخرى بالآدم حتى في امريكا الاتين هذا النفوذ هي تريد هذا النفوذ ومن يقدم له هذا النفوذ ستبقى معه الى ان تنتهي هذه المصلحة ثم تبلعها تبلع ذلك الشخص الذي يعني وضع هذه اللقمة السائغة في يدها نعم من دبي الدكتور عبدالله العوض رئيس قسم وجهة نظر بصحيفة الاتحاد الاماراتية شكرا جزيلا لك